يبدأ البرلمان التركي مناقشة مقترح حزمة التغيرات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد توافقه مع حزب الحركة القومية ثاني أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد والتي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات وقال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي لأن بلاده قد تجري استفتاء في الأسبوع الأول من نيسان أبريل المقبل على دستور جديد لإقامة نظام رئاسي تنفيذي ومن المتوقع أن تحظى حزمة التعديلات الدستورية بموافقة البرلمان الذي يتمتع في حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية كبيرة ثم تطرح في استفتاء وللمزيد معنا من اسطنبول مرسلنا أحمد غنام أحمد ما حظوظ تصويت البرلمان على هذه التعديلات وأيضا ما هي هذه التعديلات جمال في الواقع أن اليوم البرلمان يبدأ مناقشة مسودة الدستور خلال اجتماع للجمعية العمومية للبرلمان ولن يبدأ اليوم التصويت لكن سيبدأ اليوم سيقوم ممثل الأحزاب الأربعة المتواجدين في البرلمان بإلقاء كلمات وإعطاء كل ممثل أو كل رئيس حزب رأيه حول مسودة الدستور واعتراضه على بعض المواد الموجودة إذا كان لديه اعتراض في اليوم الثاني غدا سيكون هناك مناقشة للاعتراضات التي ستأتي من خلال أحزاب المعارضة لكن هنا للإشارة أن حزب الحركة القومية المتمثل بقيادته دولة باهتشري هو متوافق ومؤيد لحزبة هذه التعديلات سيما تم بعد مناقشة هذه المسودة المؤلفة من 21 مادة تم مناقشة خلال الشهر الماضي من قبل اللجنة الدستورية النيابية للبرلمان التركي وتم خلال هذه المناقشة إسقاط ثلاثة مواد من ضمن هذه المواد هو عدد أعضاء المحكمة الدستورية حسب ما اقترحه حزب العدالة والتنمية لكن خلال الخمسة عشر اليوم القادمة سيتم مناقشة كل مادة على حدة خلال الجمعية ضمن الجمعية العمومية للبرلمان وسيتم التصويت على هذه الحزمة بشكل كامل لثمانة عشر مادة في نهاية الخمسة عشر يوم القادمة بعد في حال حصول جميع المواد منفردة ومجتمعة على ثلاثمائة وثلاثين صوتا من أعضاء البرلمان سيتم أخذ هذه الحزمة الدستورية أو هذه التعديلات الدستورية إلى استفتاء شعبي بعد موافقة رئيس الجمهورية على هذه التعديلات في حال عدم موافقة رئيس الجمهورية على هذه التعديلات وإعادتها إلى البرلمان سيتم مناقشة خلال خمسة عشر يوما في حال وافق عليها رئيس الجمهورية على هذه التعديلات سيتم طرحها خلال ستين يوما على استفتاء الشعبي لكن اليوم البلاد تمر في أمرين في حالة الطوارئ وفي أزمة اقتصادية اليوم الدولار تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 1% وهذا ربما يدفع الليرة أكثر للتدهور أمام الدولار وفي حال تدهورت الليرة مستقبلا خلال هذه الخمسة عشر يوما ربما هذا سيضع الاستفتاء الشعبي في موقف صعب لحزب العدالة والتنمية للحكومة وذلك في حال تحققت الليرة تراجعا اقتصادي فربما تتراجع أيضا شعبيت الحكومة وهذا من شأنه أن يؤخر أو يدفع الشعب لعدم الموافقة على التعديلات الدستورية وعدم التقرى في الحكومة لكن جميع التوقعات وجميع الإحصاءات التي حصلت حتى اليوم في عجالة جمال تشير إلى أن 56% من الشعب يؤيدون هذه التعديلات الدستورية شكرا لك أحمد غنام مراسل تلفزيون العربي كنت معنا من اسطنبول